تسأل عن الأعمال المستحبة في العشر بالنسبة للحائط أختي فاطمة بارك الله فيك أولا أشكرك على هذا السؤال لماذا؟ لأن كثير من أخواتنا من أخواتنا اللي يمر عليهن الحيض في شهر رمضان يتركنا العبادة بالكلية وهذا غلط يا أخواتي بارك الله فيكم غلط أن المرأة تقول والله أنا حائط ولذلك تترك استغلال هذه الأيام المرأة الحائط ممنوعة من الصلاة والصيام بالإجماع وممنوعة من الطواف في قول جماهير أهل العلم وممنوعة من مس المصحف في قول جماهير أهل العلم وذكر اتفاقا وممنوعة من قراءة القرآن من غير مس عند الجماهير عند بعضهم جائز كما فصلنا سابقا كما فصلنا سابقا طيب هل المرأة الحائب ممنوعة من الذكر الجواب لا هل المرأة الحائب ممنوعة من الدعاء الجواب لا هل المرأة الحائب ممنوعة من الصدقة الجواب لا هل المرأة الحائب ممنوعة من إطعام الطعام الجواب لا لذلك يعني أنا دائما أنبه أن المرأة الحائب خاصة في رمضان وخاصة في العشر الأخير أن تجتهد أكثر في قضية الدعاء وذكر الله عز وجل والصدقة وبقية أعمال الخير هي ممنوعة من أشياء جاءت النصوص فيها وذكرت أنا الراجع فيما سبق جواز قراءة المرأة الحائض للقرآن يجوز لأن تقرأ القرآن من دون مس خاصة إذا احتاجت إلى ذلك ولذلك بارك الله فيك بالنسبة للمرأة الحائض والمرأة النفسة في رمضان ينبغي لهن أن يزدن من جرعة الدعاء ومن جرعة الذكر وكما قلت قراءة القرآن لو أنها اختارت هذا القول الذي ذكرته وفصلته فيه سابقاً من دون مس للمصحف وتكثر من ذكر الله ذكر الله من أعظم العبادات الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكراً كثيراً التسبيح الواحد في رمضان أفضل من التسبيح في غير رمضان بدرجات حتى قال بعض العلماء بألف تسبيح التسبيح الواحد في رمضان يقول بعض العلماء بألف تسبيح والمعنى بأن المرأة لا تجرس المرأة الحائض مكتفة يديها لا تعمل شيء هذه أعمال صالحة هذه أعمال قد تفوق أعمال كثير من النساء الطاهرات التي ربما يقصرنا في بعض الجوانب فلذلك تكثر من ذكر الله تكثر من الدعاء مسألة ما يتعلق بقضية قراءة الأقراب على التفصيل الذي ذكرت الصدقة الصدقة القيام على خدمة أهل البيت هذه نعمة من نعم الله وهذا تؤجر عليه المرأة أجراً عظيم وأذكر هنا إلى مسألة وهي أنه هناك فرق بين قيام الليل وحياء الليل حديث عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر أحيى ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة قيام الليل هو من جملة إحياء الليل وليس هو إحياء الليل يعني إحياء الليل يشمل الصلاة ويشمل قراءة القرآن ويشمل ذكر الله ومنها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ويشمل الدعاء والاستغفار هذا من إحياء الليل إحياء الليل ليس هو الصلاة فقط هذا قيام الليل أما إحياء الليل فيشمل هذه العبادات كلها سبق أني نبهت على هذه المسألة وبيّنت الفرق بين إحياء الليل وبين قيام الليل عموماً هذه فرصة للجميع أن يستغل ما تبقى من أيام الشهر وأن يحيي الليل فإذا الإنسان شعر بكسل أو بتعب في الصلاة لأنه قام طويلاً يقرأ القرآن إذا شعر بأنه أخذ يعني قرأ يعني أجزاء طيبة انتقل إلى ذكر الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله بقية الأذكار بارك الله فيك